السلام عليكم ومرحبا بكم احبابي ومتتابعي قناتي شيوات ام اصاف كنت منكم تكونوا بخير في احسن الاحوال وكيف لعادة يلقاكم هذا الفيديو في تابع الصحة والعافية قبل ما نبدأ الفيديو دي اليوم والوصفة دي اليوم بغيت نرحب بالاخوات جداد اللي انضموا لنا للقناة شكرا لكم بزاف العديقتكم وشكرا بزاف على المتابعة والمساندة الطيبة دي لكم ومرحبا بكم اخواني اخواتي وبنسبة الاقتراح دي اليوم فنشارك معكم كيكا بمضاق الحامض كتجي رائعة بزاف مكونات سهلة وبسيطة خليكم معي اندوزوا المكونات وطريقة التحضير على بركتي الله وبنسبة المكونات اخواتي اللي غادي نحتاجوا في هاد الكيك اليومي بمضاق الحامض فبول وضعت خمسات لي الحبات من البيض يكونوا بحرارة المطبخ تفترين واحد القبيصة دي الملحة مع جوج اكيس دي سكر فاني غادي نضيف واحد الكاز دي العنباء مسكر سانيدا وغادي نضيف ايضا واحد المعلقة كبيرة دي القشور الحامض الى ما متوفرينش عندكم ممكن تعوضوا بنصم علقة صغيرة دي اللاغوم دي الحامض حتى هي كتعطي واحد المضاق لي وزوين بزاف كيف ما كتشوفوا معي اول حاجة كنضربوا داك البيض مع السكر سانيدا والقشور دي الحامض والفانيلا مع القبيصة دي الملحة كنخلطوهم زيان زيان البلاثان كنضيفوا باقي المكونات هنا غادي نضيف واحد العلبة ديال الياغورت بنكهات الفاني ممكن تديروا بنكهات الموزي لم توفر عندكم سراحة يعطي واحد المضاقات ليهما رائعة بزاف ممكن ايضا تعوضوا الكاز ديال الياغورت بكاز ديال الحاليب حتى هو غادي يعطيكم نفس النتيجة هنا كنضيف ايضا واحد كاز عنباء من زيت نباتية وكنستمر كنخلط الخليط ديالي مزيان 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 حتى كننحس بالمكونات كاملين انساجموا ومن بعد كنضيف الدقيق بنسبة الدقيق فلذلك الدقيق كنضيفوه تديريجيا كنبقوا كنخلطو احنا كنضيفو الدقيق حتى كنحس بالخالد ديالنا راه بنساجم وتحصلنا على خالد ديال كيكليم اللي كان نتستيو برقم تمانية كيبقى مرسوم يعني الخليط مايكون شغيل بزاف وميكون شخفيف هنا اخواتي غدي نضيفو حتلات ديال اكيز ديال الخاميره الكيموية كيف ملحتو معايا وكنخلط جميع المكونات مع بعضياتي بعد ما ضفت داك الدقيق مع الاكيز ديال الخاميره حتى كنتحصلو على خالط بهذا القوام هدا كيف ملحتو معايا وهنا غدي نجيب هاد المول هدا ديال الجرانيت ممكن تستعملو اي مول عندكم بالبنات هاد المول دهنتو بالزبدة وقعد فرغت فيه الخالط ديال كيكينا الفران يكون شاعل من قبل سخون مزيان على درجة حرارة 180 دروري تكونوا مسخني الفران ديال لكم من قبل عاد ادخلوا فيه الكيكا بنسبة المدة ديال الطهي تقريبا 40 حتى 45 دقيقة على نار اللي تكون مهيلة كيف قلت لكم 180 دراجه هدفة طيب لنا من التحت كنه بطوبة كي تشمر الوجه دياله كيتذهب لي اللون دياله بها تشكل هذا ومن بعد كنخرجوه من الفرن كنت انهو عليه حتى كي يبرد مزيان يعني ما كنت انهو عليه حتى كي يبرد عاد كنت انقلبوها الناس سوف نقلب هذا الكيك سوف نرى كيف يأتي رائع وخفيف كيف تلاحظوا معي أخواتي التراوية كيف يأتي خفيف وكيف يأتي أكثر من رائع سوف ندوزل طريقة التزيين التي تبقى اختيارية سوف ندوزل طريقة التزيين وكيف يأتي أكثر من رائع سوف نزينه بوحد الصلصة الشوكولات التي سوف نحضرها سوف نضيف ملحة كبيرة من الملحة سوف نضيف ملحة كبيرة من شوكولاتة الدهن سوف نحرك ملحة ملحة وقوم نحص Sandزق سوف تكون خفيفة سوف تكون سخونة سوف تتقل قليلا لا تكون خفيفة سوف تكون رائعة سوف نزيل الكيك بهذا السوس بهذا الشكل نزيل غيم الوجه و نحاول نغبط الدميعات من جوانب الكيك تزيين رائع و مبسط في نفس الوقت سوف تكون خطيرة و المضاق رائع سوف نزيل الكيك بالسلسة الشكلات و نحاول نغبطها في الجوانب لتعطينا الدميعات سوف تزيين رائع سوف نضيف لوز محمر و مهرمش من الفق ممكن تضيف لوز إفلي او لأي حاجة توفر عندكم سواء كوكو او لأي حاجة ممكن ايضا تخلي وغي بالسلسة الشكلات انا صراحة كان عندي هذا اللوز هذا كان نشاط عندي من واحد الكومون سوف نزيل الكيك من الفوق سوف نزيل ايضا واحد شوية الورد البلدي سوف نضيف طريفات او لقاطة اللي هي صغيرة سوف نشد هذا الورد سوف نحلو و سوف نزيل بهم سوف نزيل واحد تزيين غزال يعني هذا الكيك هذا جاء في منظر رائع بزاف كيفما تشوفوه معايا ممكن ان تستغنوا على هذا الشيء اللي درت عين على هذا الاضافات بالحق الى ضفتهم هنا تزيين وتقديم له رائع بزاف هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معاكم واللي شاركت معاكم اليوم كي يجي رائع بزاف في المضاق وايضا في الشكل دياله كانت من ناح تنتمين الاعجاب ديالكم وتجربوه ومن هنا حبيبتي كان نبغي نشكركم بزاف بزاف المتابعة والمساندة الطيبة ديالكم ومن هنا غد نودعكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله واقتراح جديد دوم توم في رعاية الله وما تنسونيش كيف العادة حبيبتي بالتشجيع ديالكم بواحد لايك وتعليق يكون محفيز ولكن هذه اول زيارة لكم للقناة ديالي فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتبرتاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة